السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على الشرف المرسلين مرحبا بكم معي من جديد أخواتي في قناتكم مطبخ حسناء سريف كنتم مني يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير في أحوال طيبة وصحة جيدة بإذن الله ترحب جميع الأخوات اللي انضموا القناة وترحب بالأخوات اللي كانوا معي منذ بداية القناة كيما كتلعدوا معي الفيديو دي اليوم غدا نشارك معكم بريوش كيجي قيمة قيمة في الروعة كيجي هاد البريوش هاده خفيف وحد الشكل كبير كبير بزاف إن شاء الله تجربوه بصحة وراحة وينالإعجابكم لك انتوا أول مرة كتزروا القناة ما تنسوش الاشتراك فيها واتضغط على الجرس باش يوصلكم إن شاء الله كل جديد واندوزوا دبا المكونات وطريقة تحضير الوصفة فخليقوا معي بإذن الله فتبقوا هاده هم المكونات اللي غنحتاجوا في هاد الوصفة هدي عندي كاس دي العنبة دي الزيت ملحة دانون طبيعي بدون السكر عندي 10 جرام دي الخميرة دي الحلويات و 15 جرام دي الخميرة دي الخبز كيس من سكر الفاني مع القاة كبيرة دي الزبدة ونسيطر دي الحليب كيلو وميتين جرام دي الزيت فاندوزوا إن شاء الله لطريقة تحضير فأول شيء غدا ناخد مع القاة كبيرة دي السكر غدا نضيف لها الخميرة دي الخبز الحبيبات أو للمعجونة نضيف عليها كمية دي الحليب اللي تيكون دافي واحد شوية لك الحال بارد فنضفيه الحليب شوية زيد لك الحال سخونة يلاح الحليب تيتم جيدة في صفيك نحبسه أو لك نطفيه النار ندمج المكونات مع بعضهم ونحط هاد المكونات على جنبي تفاعله غدا ناخد القصرية غدا نوضع فيها الكمية اللي عندي دي الحليب المهم المجموع دي الحليب اللي ضفت على الخميرة واللي غن نعجن به هو نسيترو كاس دي اللي عنبه دي السكر كاس دي الزيت وغدا نضيف جوج حبات من البيض سكر الفاني المكونات كامنين ما نضيف شغل الخميرة دي الحلويات نخليها حتى مني نبغي نضيف الدقيق جوج حبات من البيض علبة من ضانون طبيعي بدون سكر وزنه مية وعشرة جرام وكننا اخد هديك الخميرة والسكر والحليب اللي كيكونوا تفاعلوا نضيفهم حتى هما للمكونات عدنا نخدم المكونات كاملين مزيئا بالنسبة للسكر اللي ضفت على الخميرة فهو خديته من الكاس اللي عندي يعني خديته من مية وخمسين جرام اللي عندي وغدا نضيف الخميرة اللي كتكون كتفاعل او لاتفاعل هاد لينا كتولي بهاد الصورة هادي كما كتلاحظو معايا غندمج المكونات مع بعضهم مزيئا حتى كنحسو بدك سكار رهداب لنا مع الحليب وباقي المكونات عدنا نضيفه الدقيق غير بشوية بشوية المهم الدقيق تبقى على حسب النوع يدي للطحين انا هنا كانت عندي كيلو وميتين جرام تقدو تكون كيلو ومية جرام كيلو ومية وخمسين جرام كيلو ومية وستين جرام مهم ما ركتحصلوا على واحد العجيل اللي كتكون واحد شوية كتلسق في اليد ما كتكونش مرخوفة بزاف وما كتكونش قاسحة فهنا كما كتلاحظو معايا بديت كنضيف الدقيق مع الخاميرا دي الحلويات كنضيفه الدقيق بكمية بكمية حتى كدخلا ديك الكمية مزيئا في السوائل عاد نضيفه الكمية التالية فكانت عندي في البول كيمية ديال الطحين كيلو ديال الطحين وعبرت ميتين وست وستين جرام فاضفت ميتين جرام ولقيت بالضبط بقات عندي سست وستين جرام ديال الدقيق فكيبقى على حسب النوعية ديال الطحين اللي غتخدمو بيها فغدا ناخد الكيمية اللي خاصاني ديال الطحين ونطلقى بكم إن شاء الله في المرحلة التالية فخليبكم معي بإذن الله فهذا هو الشكل ديال العجين بعد ملميزها واختيت الكيمية اللي خاصاني او للي كافياني ديال الدقيق هنا غدا نضيف هذيك المعلقة كبيرة ديال الزبدة ندخلها مزيان في هذي العجينة هذي وانا كنت لك لاحظوا معي الشكل ديال العجينة كيفش كتكون كتكون في حلاكك تلصق واحد شوية في اليد واحد شوية بسطح العمل كم قند لك حتى نشوف ان العجينة صافرة هذي الكاز مزيان غدا نوضعها على جنباح تكت تختامروا مدة تقريبا 40 دقيقة في حلاكك غدا تلقاوه لانا الحجم ديال العجينة طاعف صافي هنا كما كتلاحظوا معي بعدما بعد ما اختامرت لي العجين اه والطاعف ان الحجم ديال العجين كل ما اختامر البريوش ولا الخبز ولا المخمر اه مدة يعني كتكون طويلة لكن حصلوا على واحد النتيجة مزيانة في هذي البريوش هذي اولى المعجنات هذا هو الشكل ديال العجين بعد ما اختامرت غدا نقصم هذي العجين الأقصام وزن ديال سبعين كرام تبقى لكم الاختيار بغيتو تديروا ستين بغيتو تديروا سبعين أنا جاوي يعني متوسطين مجاوش كبار ومجاوش صغار غدا ناخد او نقصم هذي العجين هذي الاقصام وزن سبعين كرام فهذا البريوش هذي مرات كنديرو غي خاوي مثلا عمروه التبشي حاجة كي يجي غزال غزال بزاف هنا عمرتو بالكريم باتي سير وبالشكلات وبالكريمة ديال البستاش مهم تبقى لكم الاختيار بغيتوا تديروا الشوكولات بغيتوا تخليوا هاد البريوش هادا خاوي راكي يجي قيمة قيمة في الروعة واحد الملاحظة غدا نهضر لكم بالنسبة لكتو غديروا الكريمة آآ كريمة باتيسير هو ما تكتروش بزاف إلي كترتوا كمية كتيرة ولدرتوا واحد المعلقة كبيرة عامرة بزاف وكال الحجم ديال القريصات صغار كمية صغيرة لانا الكريم ديال الباتيسير معروف على انها يعني فاش كتكون في الفران كتسيح فاردوا لبال هاد النقطة هدي انها تكون كمية قليلة بديتك نشكل في هاد القريصات هادو في الاول كتغن نديرهم على شكل اوفال ومن بعد بالتلت الرأي يدرتهم دائريين مهم تبقى لكم الاختيار بغيتوا تديرهم اوفال بغيتوا تديرهم دائريين غدا نكمل تشكال ديال هاد القريصات هادو كاملين بهاد الصور هادو كنحط حتايا في اللات وغدا نغطيهم يخمروا للمرة التانية فهدي هي الطريقة اللي كنخدم بها البريوش او للمخمار تيخمروا على ثلاثة ديال المرات باش كنحصلوا على نتيجة مزيانة فهنا بعد ما اكملت الكيمية كلها غدا نغطي هاد القريصات هادو يخمروا ومن بعد غدا نبدأ نعمر في هاد القريصات هادو بالشكل اللي غدا تلاحظوه معايا فبالنسبة للشكلات فكان في تلاجة من الاحسان يكون شكلات في تلاجة باردة باش تقدو انه لكم تحكموا تلموا البريوش بكل سهولة بلا ما يبقى ديب فكيبقى الشكلات يعني ما كتقدوش تحكموا في الجميع ديال العجين كنسة مربع الطريقة هادو حتى نكمل كيمية كلها بحلاكة كنديرهم مرات خاوين تيجي وقيم مقيمة في الروع يعني ما شي ضروري اننا فمن يسرقوا بحلاكة البريوش وكنديروا الحشوة كتجي الحشوة في الوسط منكي طيبنا البريوش يعني ما كتجينش في الاسفل او كتجين الفوق فكيما لحظوا معي درد جهد قل من معلقة صغيرة ان المعلقة الصغيرة كان المعلقة الصغيرة وكان المعلقة الصغيرة اللي موين هنايا جهد معلقة الصغيرة لي متكونش فكيما كتلاحظوا معي كنسدم زيان هاد القريسات هادو كندوز غير الاسفل للقريسات فقط في الطحين ماشي كاملين وكن وضع كيمية من الكريم كريمة بستاش كريمة باستير غير قليلاً من ملقة صغيرة إذا كانت معلقة كبيرة بوهم بعمرة ستخرج لكم الكريمة بحال بحالي أن الكريمة تدوجهم يدوبوا في الفران و يخرجوا غيره الكمية منها تكون قليلة سيبقوا كمشكلتهم بحال شكل الشكلات بغيتوا تديرهم بالجبن ممكن جبن المربح يجبون به غزالين سوف نستمر سوف نكمل كمية كلها ونطلق بكم إن شاء الله في المرحلة التالية دعوكم معي بإذن الله ثلاثة صفر البيض حجم كبير اضفت عليهم معلقة صغيرة الحليب مكنش بقى عندي حليب بزاف و درت معلقة كبيرة دي الماء سوف يدهان هاد القريصات هادو مزيان مع الجناب و كل شي بش يجيونه محمرين من جناب و كل شي ونأخد لوز ايفيلي نوزعه على الوجه دي هاد القريصات هادو أو الزنجلان و الزريعة و اللي بغيتوا باش ما بغيتوا تشوفان باش ما بغيتوا تزينوهم ممكن كوكو كونكاسي ولا كوكو ايفيلي و غدا نخليهم يخمروا للمرة ثانية افو ثالثة في الفران حتى يضاعف لنا الحجم ديالهم و يخمروا مزيان ضروري تخليهم يخمروا مزيان عادة تشعلوا الفران يسخن مزيان و قبل ما تشعلوا الفران تتاخدوا واحد زلافة كتديروا فيها الماء و كتدخلوا هالفران عادة كتشعلوا الفران كتبقى هذيك زلافة مع جميع انواع البريوش حتى كي طيب فتنخليوا البريوش الفوق حتى كي بل يتحمر من الاسفل و بددك تتحمار تدور مع جناب عادة كتشعلوا حليهم اولا كتنزلهم في الاسفل كتنقسم نار اقل من متوسطة و تتخليهم حتى كي ياخدوا لكم لون محمر بالشكل اللي بغيتو و انطلق بكم ان شاء الله اخواتي في الشكل نهائي ديال هاد البريوش هدا بعد ما تطيب فخليكم معي باذن الله اذا انتي بقى ذوشك النهائي ديال البريوش اللي شاركت معكم اليوم ان شاء الله تجربوهم الصحة والراحة وينالوا اعجابكم فبعد ما تبرد هاد البريوش هدا كنناخد السكر الناعم وكننزينوهم في حلهاكة بوحد تزيين خفيف هاد الصورة هادي فمنيتي بردو والغدلي كيصبحو غزالين غزالين بزاف هنا كنحاول نقسم معكم وحد لقيت على حدو ما يشحل كيجيو مهوين ورطبين من داخل وحد الشكل الكبير والشكلات كيما كتلاحظو ما هي في المنتصف وهدا الشكل اللي بالكريم يعني معلقة صغيرة ما عمرش راهي كافية تعمر لنا هاد الحجم ديال هاد البريوش هدا لاحظو ما هي هنتو ما يعني الكريمة في البريوش كامل وما خرجاتش نهائيا من البريوش الى درنا كمية كثيرة هما تطيبو هادك الكريمة كاملة غدا تخرج لكم البريوش فاردو البال هاد النقطة هاد بغيتو تخليهم عاديين خليهم عاديين راه كيجيو تاني قمة في الروع يعني هاد الحشو هاد اختيارية بغيتو تديروها ديروه هاد النوه اللي عمرت بالكريمة ديال بيستاش لاحظو ما هيدي قل من معلقة صغيرة وكتعمرنا يعني البريوش كامل لانها كالدوب فبالنسبة الكيمية اللي اعطاتني كيلو مئتين غرام اعطاتني اربعة وثلاثين حبة ووزن سبعين غرام اي حاجة مش رحتاش مزيان وما كانتش واضحة خليوا لي ان شاء الله فالتعاليق نجاوبكم عليه بإذن الله شكرا كبير لكم ساف ساف على حسن المتابعة ديالكم على كلامكم طيب فشكرا شكرا لكم ما بقى لي ان نقول لكم تهل الله فراتكم زاف زاف والى لقاء اخر في فيديو اخر في فكرة جديدة في وصفة جديدة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته